وأكد المبعوث الأممي أنها المرة الأولى خلال أربعة أعوام التي يبدي فيها قلقا حقيقيا إزاء الوضع الراهني وهو الأمر الذي يهدد الأمن الدولي قولها ببطء شديد فهي المرة الأولى التي أقولها على مدار أربعة أعوام من الإحاطات أجد نفسي قد وصلت لنقطة أعبر فيها عن قلق حقيقي إزاء الأمن الدولي ليس الأمن الأقليمي أو الوطني أو السوري فحسب سيد الرئيس أستاذ الأعضاء العزاء التطورات الأخيرة تحملها معها أكثر من أي مرة سابقة مخاطر حذر منها الأمين العام مؤخرا في مؤتمر الأمن في ميونخ الشرق الأوسط يحتوي على أربعة خطوط تتقاطع وتتصل ومصالح تتنازعها قوى إقليمية ودولية والتصعيد يمكن أن يترك تبعات مدمرة للغاية